بسم الله الرحمن الرحيم هذه الآية المباركة تبين أنه لو لا لطف الله تبارك وتعالى بإرسال الرسل لكان الناس جميعا في ضلال كما أن كل أمة قبل ظهور المصلحين يختلط فيهم الحق والباطل فيأتي المصلحون ليميزوا بين الحق والباطل فالحركة الإصلاحية تشق صفوف الناس المتحدة على الفساد كان الناس أمة واحدة يعني على كيفية واحدة في العقيدة والعمل مجتمعة على الضلال وذلك لأن الوصي والحج خرج من عندهم خوفا وتقية فبقوا بلا هداية فظلوا وهذه الأمة كانت قبل النبي نوح صلوات الله عليه ففي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية كان ذلك قبل نوح فقيل فعلى هدى كانوا قال بل كانوا ظلالا وذلك أنه لما انقرض آدم عليه السلام وصالح ذريته بقي شيث وصيه لا يقدر على أظهار دين الله الذي كان عليه آدم عليه السلام وصالح ذريته وذلك أن قابيل توعده بالقتل كما قتل أخاه هابيل فسار فيهم بالتقية والكتمان فازدادوا كل يوم ضلاله حتى لم يبقى على الأرض معهم إلا من هو سلف ولحق الوصي بجزيرة في البحر يعبد الله تبارك وتعالى أن يبعث الرسل إلى أن قال عليه السلام لم يكونوا على هدى كانوا على فطرة الله التي فطرهم عليها لا تبديل لخلق الله ولم يكونوا ليهتدوا حتى يهديهم الله أما تسمع يقول إبراهيم لأن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين أي ناسيا للميثاق والحاصل أن عامة الناس كانوا على ظلال ولم يكن لهم إلا الفطرة وهي وحدها لا تفي بالهدايا وأما حجة الله فكان في واحد أو في جماعة قليلة فبعث الله النبيين أنشأ الله تقديرا ببعث الأنبياء لعلمه تعالى بأن ذلك أصلح لشؤون الناس ليخرجوا من الظلال ويهتدوا فبعث الله النبيين مبشرين لمن آمن وأصلح ومنذرين لمن كفر أو عصى وأنزل معهم الكتاب ليكون هذا الكتاب المرجع في العقائد والأحكام وغيرهما ولتستمر الهدايا بعد الأنبياء وهذه كلمة بالحق إما بمعنى أن إنزال الكتاب إنما هو بسبب بيان الحق أو بمعنى أن إنزال الكتاب كان حقا فيكون قيدا توضيحيا فأن كل إنزال من الله بالحق ولكن أكد لمقابلته لسائر الكتب التي ترسلها مثلا رؤساء الحكومات فأن منها ما هو حق ومنها ما هو باطل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه يعني ليحكم الله تبارك وتعالى بواسطة الأنبياء والكتب بين الناس فيما اختلفوا فيه من أمور معاملاتهم وسائر معاشراتهم وهذا لطف من الله تبارك وتعالى لهداية الناس ولا منافاتة بين هذا الاختلاف وبين كون الناس أمة واحدة لأنهم كانوا مجتمعين ومتفقين على الضلال لكن الاختلاف في كيفية ضلالهم هذا مثل ما تقول الكفر كله ملة واحدة يعني أنهم مجتمعون على رفض الحق مثل اتفاق اليهود والنصارى في ضلالهم حول النبي عيسى عليه السلام مع اختلافهم في شخصية النبي عيسى فالنصارى يعتقدون بألوهيته واليهود يعتقدون بأنه كذاب نعوذ بالله من ذلك وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه يعني أن الله تبارك وتعالى لما أرسل الكتاب صار نفس الكتاب محلاً لاختلاف الأمة فيه لا لنقص في هذا الكتاب بل بسبب أن طائفة من الناس كذبوه وطائفة من الذين آمنوا بالكتاب ظاهراً اختلفوا في الكتاب في حقائقه ومعانيه وهذا الاختلاف لم يكن نابعاً عن واقع وشك لأن الكتاب واضح بل كان الاختلاف نابعاً عن الحسد والبغي والطمع وما اختلف في هذا الكتاب إلا الذين أوتوه يعني الأمة التي أعطيت الكتاب حيث فسره كل حسب نظره وهواه من بعد ما جاءتهم البينات يعني الأدلة الواضحة على معاني الكتاب بغياً بينهم يعني ظلماً بينهم فإنهم عوض أن يرشدوا الناس الكفار وقع بعضهم في محاربة بعض فهدى الله الذين آمنوا حقيقتان وأرادوا اتباع أحكام الله تبارك وتعالى واقعاً فالذين هم مؤمنون واقعاً من أهل الكتاب وليسوا بطالبين للرئاسة والمال يتبعون الحق فحيث كانت لهم القابلية للهداية بحسن اختيارهم فإن الله هداهم لما اختلفوا فيه من الحق يعني للشيء الذي اختلفت الأمة فيه بأن عرفوا مراده تعالى وعملوا به وكانت تلك الهداية بإذنه يعني بلطفه ورحمته بهم حيث هداهم والله يهدي من يشاء من الذين لهم القابلية إلى صراط مستقيم هذه العبارة إما بمعنى الإيصال إلى المطلوب بأن يأخذ الله سبحانه بيده ويوصله إلى الهداية طبعاً هذا النوع من الهداية مواجب بالنسبة إلى الجميع لذا يقول سبحانه يهدي من يشاء وإما بمعنى إراءة الطريق وذلك عبر إرسال الرسل وإنزال الكتب والحاصل إن الغرض من هذه الآية بيان إحدى أهم سنن الله تبارك وتعالى حيث إنه سبحانه أراد هداية الناس لأنه لم يخلقهم عبثة بل خلقهم ليرحمهم إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم والطريق إلى الرحمة التامة هو العبادة وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون ولا يمكن للإنسان بعقله أو فطرته الوصول إلى تفاصيل العبادات لأجل ذلك كله بعث الله الأنبياء ليبينوا للناس الحقائق التي توصلهم إلى الكمال بحيث تكون لهم القابلية للوصول إلى رحمة الله تعالى الخاصة التي لأجلها خلق الله تعالى الخلق وصلى الله على محمد وآله الطاهرين